سلام حبيبتي ان شاء الله كيف نراكم بخير وصحتكم على خير هنا حبيبتي لأول مرة تشفي قناتي معليك غير تشتركي حبيبتي وتفعلي الجرس كامل جديدي اليوم جيتكم بتحلية يا حبيبتي زلزل زلزل روعة في الضوق ضوقا وشكلا وبقى أقل التكريف هنا رح يستعملوا غير العصير يا حبيبتي و رح تديروا تحلية فاخرة نخليكم تشوفوا بعض المقتطفات و نروح مع بعض نشوفوا المقادير و طريقة التحذير هنا حبيبتي كما رح تشوفوا عندي فنجيل من السكر و عندي فنجيل من انشاء ما يعادل ملعقتين ملعقتين و هنا عندي العصير هذا تعي الكيوي نوع طازج يعني هذا العصير بزيف بنين يعني روعة وتحلية تحجي بزيف بنينة هنا وش رح نديروا حبيبتي رح نديروا نجيبوا كاسرنا و نفرغوا فيها العصير تعنا و نحطوا فيها زوج معالق من السكر و زوج معالق من النشاء و نخلطهم لحيا البنات حتى هذوك المكونات كامل يذوبوا لي في العصير و نروح و نحطوها فوق النار مع التحريك الابنات يقول لكم مع التحريك باش التحريك لا تتحرك و تجيكم فيها امرورية تحطوها فوق النار هذيئة مع التحريك حتى تحسوا بالخالي تيكم هذيك اثقال نوعا ما سوف يجيكم يعني تقريبا لبنات حطوها فوق النار كي تشوفوه غلاو لمدة 19 دقائق و نحيوه يعني الطريقة راي واضحة شوفوا هنا لبنات تحصلنا علي عفون لبنات كي شغول راه هو جامد بسح ما وجامد بزيف هنا وش عندي عندي سوبر كريم ذوق الكيوي لبنات كما تشوفوه راح ندير ملعقة كبيرة و نحاول هذيك الملعقة لبنات نخلط مليح داخل هذيك تحريك نخلطها مليح ذاك المكون باش كي يعطيني اللون و يعطيني الذوق هنا ما نشرح نستعملوا يعني معطارات والله راح نستعملوا سوبر كريم و راح يعطينا يعني صدقوني لبنات ذوق يهبل يهبل راح يعطيكم يعني ذوق الكيوي صراحة بنين بزير هنا انا نكمل نخلط المليحة تنذب لي هذيك سوبر كريم اللي هنا في الخليطة التاعي و نرجعوا باش نكملوا مع بعض يعني الطريقة راه واضحة و الفيديو عفون لبنات اوضح يعني هنا انا نحاول نشرح لكم اكثر باش لي مبتدئة راح تفهم اكثر و يعني تنجح معها الواسطة يعني مش راح تتكلح في الواسطة هنا حبيبتي تبعوا فقط المقادير وش اعطيت لكم و طريقة التحضير و انا عن نفسي نعدكم باللي طريقة تنجحكم و تجربوها و تدعو لي هنا هذا هو سوبر كريم اللي استعملت و رانيزة توضحت لكم اكثر باش اللي ما تعرفوش هذا هو سوبر كريم ذوق الكيوي هنا عندي هذو الفيرين اللي راح ندير فيهم البنات نبدأ نفرغها كده يعني ندير اقل من نصف البنات مش نصف يعني ما نعمروش الفيرين نتوعنا للنصف نديروهم اقل من نصف شوية برك كما راكم نشوفون و نحطها في الثلاجة تتمسكلي و نرجعوا باش نكملوا مع بعض اهنا نروحوا للطبقة الثانية وش عندي لبنات كيملوا تعرفوا الطريقة هذي عندي كيلة من غبرت الشونتي و كيلة نقص اصبوع من حليب يكون شوية بيرد احنا لي ما عنداش حليب تقدر تستعمل الماء الماء ديما كيما نقولكم انا تستعمدوه اصحاب المشاريع يعني الحليب صراحة انا جربتها بالماء و جربتها بالحليب بالحليب تجي ابننا لبناز و تجي ابنينا يعني كسو دير حديري تحلي هكذا لسهارات رمضان و لا ضيئة احسن لبناز و لا ضيئها بالماء لانه بالماء لانه بالماء صدقوني لم تجي ابنينا صراحة انا ديما نحب نعطيكم الحواج اللي يجي ابنين و نعطيكم صراحة يعني و انتم ما احرار كل واحدة تدير حاجة اللي تعرفها و كيم بزاف يجوني اسئلة اعطيوها حقها الكيفي في الخفق لمدة عشر دقائق حتى يضعف لكم الحجب و يتغير اللون تحتها راح تبلي يعني بيضاء ناسعات البيض كما راكم تشوفو هكذا و كنت تقلبوا البول تحليتها في قبل غبرت الشانتي موش راح يحبط معاك هذي الطريقة نجحة في خفق غبرت الشانتي اهنا نروح نديرها في بوشكي ما راكم تشوفو البنات و نارجعه بش نكملوا معا بحث اهنا هذي التحليت عيو هذا الادوي اللي استعملتوا البنات تحليت عيو لبنات مراهيش يعني مجمدتش بياه محكمتش انا تعمت هكذا راح يشغل الحكمتروح شوية برك و جيت ندير لها في كريمة الشانتي باش تحبط معي شوية في هذه الكريمة اللي كنت ناخد منها مع بعض يعني طريقة راهي سهلة و الفيديو راهي عبر عن نفسه اهنا راح نزينها كامل بهذيك كريمة الشانتي كما راكم تشوفو يعني طريقة راهي سهلة و نرجحها للفرشي دير اكيد البنات باش تتماسك معي ببيا و نرجع و نديروا روتوشات الاخيرة مع بعض هنا بعد ما حطيتها في الثلاجة و تمسكت ليبيا عندي هذو حبيبات الشوكولة لبنات نديرهم هكذا شوية فوق التحلية تاعي و نروح و نشوفو مع بعض تحليتنا لنهار اليوم مع بعض اهنا لبنات هذي كانت هذه هي تحليتنا لنهار اليوم انا اللي احنا و جدرت لها لبنات في هذو كل القلوب بدرت لها شوية سوبر كريم ذوق الكارز يعني بشعطها منظر هكذا اه وش نقولكم حبيبيتي اذا عجبتكم الوصفة متساوش تخليوا لي جيم للفيديو و تقولوا لي رايككم في الوصفة اذا عجبتكم اذا عجبتكم ولا ما عجبتكم شو ولي تجرب حاجة من وصفتي تبعث لي عبر حسابي في الفيسبوك ذكو نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو و الى الملتقى ان شاء الله في وصفة قادمة سلام اشتركوا في القناة